السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء بالصف السابع درسنا لليوم جمع الحدود الجبرية وطرحها في الدرس السابق أخذنا عن الحدود الجبرية حكينا هي بتكون على شكل ثابت مثل أي عدد موجود ثلاثة سالب أربعة أي عدد ممكن من الأعداد الموجودة عندنا متغير والمتغير سين أو صاد لام بأي صورة حاصل ضرب ثابت بمتغير ممكن نحكي مثلا خمسة نون حاصل ضرب ثابت خمسة والمتغير نون وسمينا هذا الثابت اللي موجود مع المتغير هو معامل للمتغير والمتغير سميناه القسم الرمزي أيضا ممكن يكون الحدود الجبرية على صورة حاصل ضرب متغيرا أو أكثر يعني سين فصاد أو مثلا لام ميم نون وممكن طبعا يكون محهم ثابت مثلا ستة لام ميم نون نرجع بنحكي الستة هي معامل للمتغير لام ميم نون اسمه القسم الرمزي الآن قبل ما نتعرف طريقة جمع الحدود الجبرية وطرحها من نتعرف على الحدود الجبرية المتشابهة وكيف بتكون الحدود الجبرية متشابهة خلينا نشوف المثال اللي موجود عنا في الكتاب المدرسي أول فريع 2 ألف 8 ألف نص ألف أيضا نص ألف جميعها حدود جبرية بنلاحظ على الحدود الجبرية اللي عنا مثلا ناخد الحد الجبرية الأول معامله 2 القسم الرمزي ألف الثاني معامله 8 والقسم الرمزي أيضا ألف الثالث القسم الرمزي ألف والرابع كمان القسم الرمزي ألف جميعها حدود جبرية لها نفس القسم الرمزي لاحظوا نفس المتغير بنفس الدرجة شي يعني الدرجة؟ الدرجة يعني الأس اللي مرفوع له المتغير لاحظوا أنه ألف أسها واحد ألف أس واحد ألف أس واحد ألف أس واحد ألف أس واحد إذن جميعها نفس المتغيرات بنفس الدرجات هاي حدود جبرية بسميها متشابهة شي يعني خدود جبرية متشابهة هي الحدود الجبرية التي لها نفس المتغيرات بنفس الدرجات يعني نفس القسم الرمزي مثل اللي عندنا هون جميعها نفس المتغيرات بنفس الدرجات اللحظة المثال الثاني 3 سين تربيع صاد القسم الرمزي سين تربيع صاد سالب 8 سين تربيع صاد القسم الرمزي سين تربيع صاد الثالث تنين سين تربيع صاد القسم الرمزي سين تربيع صاد جميعها لها نفس القسم الرمزي اللي هو سين تربيع صاد إذن هي حدود جبرية متشابهة ليه؟ لأنه جميعها تحوي نفس القسم الرمزي وهو سين تربيع صاد في المثال الثالث خمس سين صاد القسم الرمزي سين صاد سبعة سين صاد تربيع القسم الرمزي سين صاد تربيع الهد الجابري الثالث تين سين صاد القسم الرمزي سين صاد لحظوا عنا سين صاد سين صاد تربيع في هون درجة مختلفة نفس المتغيرات سين صاد لكن هون مش نفس درجة الصاد هون حدود جبرية لست متشابهة إذن الحدود الجبرية يجب أن تكون نفس المتغيرات بنفس الدرجات يعني نفس القسم الرمزي بالضبط مش بس المتغيرات تتشابه أيضا الدرجة الموجودة على المتغير لازم تكون متساوية نشوف تدريب واحد الموجود عندنا في الكتاب المدرسي في صفحة 16 ميز الحدود الجبرية المتشابهة في كل مما يأتي مع ذكر السبب نشوف الحد الجبرية الأول أربع علام طبعا الحدود الجبرية المذكورة عندنا في التدريب يفصل بينها بفواصل نركز الحد الجبرية الأول أربع علام بدينا نشوف مين في هاي الحدود الجبرية الموجودة عندي لها نفس عفوا هون عين لام مش أربع علام عين عين لام مين الحد الجبري اللي موجود عندي له نفس القسم الرمزي اللي هو عين لام هون منلاحظ عين تربيع اذا مش نفسه هنا اللام عين خمسة لام عين ما بيهمني المعامل بيهمني القسم الرمزي لام عين الان لام عين يا ترى نفسها عين لام احنا بنعرف معلومة عن الضرب انه عملية تبديلية وهون عين لام يعني عين ضرب لام هنا عين ايضا هنا خمسة لام عين لام عين هي لام ضرب عين طب احنا مش بنعرف انه الضرب عملية تبديلية اذا عين لام نفسها لام عين اي نعم نفسها اذا الحدود الجبرية المتشابهة عين لام بدي احط عليه دويرة هو نفسه خمسة لام ليه لانه لها نفس القسم الرمزي واللي هو القسم الرمزي واللي هو عين لام نفسها لام عين اذا عين لام حد جبري متشابه مع خمسة لام عين ليش يعني لها نفس القسم الرمزي اللي هو عين لام طيب نشوف اللي بعدها تمانية عين تربيع لام شو قسمها الرمزي عين تربيع لام مين من الحدود الجبرية لها عين تربيع لام نفس القسم الرمزي شوف هذا الحد سالب خمسة لام تربيع أنا عندي هون لام هاي من الدرجة الأولى وهاي من الدرجة الثانية ما بيصير إذن حدود جبرية ليست متشابهة أشوف اللي بعديها عين تربيع هون عندي عين تربيع لام لام فعليا نفس القسم الرمزي إذن 8 عين تربيع لام حد متشابه مع 6 عين تربيع لام ليه؟ لأنه لها نفس القسم الرمزي واللي هو عين تربيع لام لاحظوا عين لام اختلفت عن عين تربيع لام ليش؟ لأنه العين هون من الدرجة الأولى والعين هون من الدرجة الثانية وإحنا أخذنا أنه لازم يكونوا بنفس الدرجات وش يعني الدرجات؟ يعني الأسس رح أحط عليهم مستطيل عشان نميزهم نشوف المتبقي الحد الجبري هون عنا سالب 5 لام تربيع عين القسم الرمزي لام تربيع عين إذن هون لام تربيع عين نفس القسم الرمزي إذن هدون الحدين الجبريين متشابهين سالب لام تربيع عين وسالب 3 لام تربيع عين السبب لأنه لهما نفس القسم الرمزي واللي هو لام تربيع عين لاحظوا التلات حدود الجبرية هي نفس المتغيرات لكن بدرجات مختلفة هنا العين واللام من الدرجة الأولى هنا العين من الدرجة الثانية لكن اللام من الأولى الأخير هنا م scarcity م la من الدرجة الثانية وعين من الدرجة الأولى إذن الدرجة للمتغير بتهمني ضرورية كتير فنركز بهذا الموضوع الآن بعد ما تعرفنا على الحدود الجبرية المتشابهة بدنا نشوف شو بدها تفيدنا في جمع وطرح الحدود الجبرية نشوف المثال محور درسي لليوم إني جد ناتج كل مما يأتي الناتج جمع طرح جمع وطرح كيف بدي أوجد الناتج هلأ بقولنا ما بيجوز نهائي يا سابع إنه نوجد ناتج جمع أو طرح حدود جبرية إلا إذا كانت حدود جبرية متشابهة شو يعني حدود جبرية متشابهة؟ يعني لها نفس القسم الرمزي عشان أقدر أجمع أو أطرح حدين جبريين لازم لازم يكونوا حدود جبرية متشابهة لها نفس القسم الرمزي نشوف أول مثال 2 سين زائد 4 سين الآن انتبهوا معي الحد الجبرية الأول هاد 2 سين قسم الرمزي سين الثاني اللي هو 4 سين قسم الرمزي سين أيضا إذن هدول الحدين متشابهة طيب كيف عملية الجمع؟ بقولنا عملية الجمع أول شي بنجمع المعاملات طلعوا على الحد الجبرية الأول شو معامله؟ 2 والحد الجبرية الثاني معامله 4 موجب 4 إذن نجمعهم لاحظوا أنه هاي موجب تنين وهاي موجب أربعة إذن نجمعهم نجمع المعاملات طيب القسم الرمزي منحطه مثل ما هو سين إذن عشان أجمع الحدود الجبرية لازم تكون متشابهة لازم تكون متشابهة الآن هدول الحدين الجبرية متشابهات بجمع المعاملات فقط بنضع القسم الرمزي كما هو كيف بدي أجمع المعاملات عمليات جمع وطرح عادية تنين زائد أربعة بساوي ستة والقسم الرمزي مثل ما هو وهذا هو الناتج النهائي نشوف المثال الثاني مثال الثاني طرح أيضا الطرح مثل الجمع لازم يكون الحدود الجبرية متشابهة شو يعني متشابهة؟ يعني لها نفس القسم الرمزي نشوف خمسة لام ميم قسم الرمزي لام ميم ناقص تنين لام ميم القسم الرمزي لام ميم إذن لها نفس القسم الرمزي إذن حدود جبرية متشابهة بقدر أجمحها وأطرحها؟ نعم بقدر أجمحها وأطرحها كيف بجمحه وأطرحها؟ بتعامل مع المعاملات فقط يعني هنا المعامل خمسة وهنا المعامل سالب تنين القسم الرمزي بحطه مثل ما هو اللي هو لام ميم إذن نجمع المعاملات مع بعض بنحط القسم الرمزي مثل ما هو خمسة ناقص تنين تلاتة والقسم الرمزي لام ميم وهذا هو الجواب النهائي الآن أربعة سين تربيع واو هنا الحد الجبري القسم الرمزي إله سين تربيع واو هنا خمسة بالعشرة هاي فاصلة عشرية سين تربيع واو إذن القسم الرمزي سين تربيع واو ناقص تلاتة بالعشرة أيضا هاي فاصلة عشرية سين تربيع واو أيه سين تربيع واو من لاحظة الحدود الجبري اللي عنا جميعها لها نفس القسم الرمزي اللي هو سين تربيع واو سين تربيع واو سين تربيع واو بقدر أجمحهم؟ نعم بقدر لأنه لهم نفس القسم الرمزي يعني حدود جبريا متشابهة بجمع معاملاتهم معامل الأولى أربعة زائد خمسة بالعشرة ناقص تلاتة بالعشرة نضع القسم الرمزي كما هو لهو سين تربيع واو خليني هون اوضح لكم كيف بدي اجمع الاربعة يعني اربعة صحيح يعني ما في اجزاء عشرية هاي صفر عشر الان خمسة بالعشرة بحط الفاصل العشرية تحت الفاصل العشرية الخمسة موجودة في منطقة الاجزاء العشرية والصفر في منطقة الصحيح خليني اجمعهم بالاول لحال بعدين بدي اطرح التلاتة بالعشرة اشوف بدي اجمعهم صفر زائد خمسة خمسة تنزل عندنا الفاصل العشرية في موقعها اربعة زائد صفر اربعة الان بدي اطرح تلاتة بالعشرة ناقص بحط الفاصل العشرية تحت الفاصل العشرية التلاتة في منطقة الاجزاء الاجزاء العشرية والصفر في منطقة الصحيح بنطرح خمسة ناقص ثلاث تنين تنزل الفاصلة في موقعها أربعة ناقص صفر أربعة إذن الناتج أربعة صحيح واثنين بالعشرة وهذا هو الناتج النهائي أربعة صحيح واثنين بالعشرة وبنضع عن القسم الرمزي كما هو سين تربيع يعني باختصار هاي عنا خطوات جمع أو طرح الحدود الجبرية الخطوة الأولى إنه نجمع أو نطرح قيمة المعامل للحدود الجبرية المتشابهة مثل ما منا إحنا هون إنه نطرح المعاملات للحدود الجبرية لاحظوا الحدود الجبرية المتشابهة فقط غير المتشابهة ما بقدر بتظلها مثل ما هي ما بقدر أجمع حدود جبرية ليست متشابهة الخطوة الثانية إنه نضع القسم الرمزي كما هو نشوف مع بعض تدريب تنين إنه موجود عنا في الكتاب المدرسي في صفحة 17 جد ناتج ناتج جمع أو طرح نرجع بنعيد الخطوات بإني بجمع أو بطرح قيمة المعاملات للحدود الجبرية المتشابهة فقط يا سابع أو تاني خطوة إنه نضع القسم الرمزي كما هو نشوف الأولى الأولى عنا حدين جبريات القسم الرمزي للأول سين والقسم الرمزي للحد الجبري الثاني أيضا سين إذن حدين جبريات متشابهات تمام إذن بقدر أجمع المعاملات لها دول الحدود الجبرية معامل الحد الجبري الأول سالب تسعة معامل الحد الجبري الثاني سالب أربعة ونضع القسم الرمزي كما هو لحظوا عنا لازم نكون متذكري مع بعض قواعد الإشارات للأعداد هنا عنا عدد سالب عدد سالب نعرف إحنا لما يكون عنا الإشارات متشابهة نجمع ونضع الإشارة نفسها نجمع التسعة والأربعة تلتطعش ونضع الإشارة نفسها اللي هي سالب اللي هي إشارة العددين بيضل عنا نحط القسم الرمزي وما ننسى يا سابع إنه نحط القسم الرمزي إذن الناتج النهائي سالب تلتطعش سين الفرع الثاني من التدريب عندنا ثلاث حدود جبرية تماني لام نعب السبعة لام زائد أربعة لام جميعها لها نفس القسم الرمزي وهو لام شو بعمال بقدر أجمحهم آه طبعا بقدر أجمحهم بإني أجمع قيمة المعاملات لكل حد جبري المعامل الأول تمانية الثاني سالب سبعة الثالث موجب أربعة وجميعها القسم الرمزي لها لام إذن بنضع نفس القسم الرمزي كما هو لام الآن بجمحهم بجمع كل نعرف أنه العملية الجميع عملية تجميعية بإني بجمع بالأول تمانية ناقص سبعة واحد بضيف له الأربعة خمسة إذن الناتج النهائي خمسة لام نشوف الفرع الثالث سالب خمسة عين تربيع سين صاد إذن القسم الرمزي عين تربيع سين صاد الثانية سالب ثلاثة عين تربيع أو ناقص ثلاثة مش فرق عين تربيع سين صاد زائد عين تربيع سين صاد جميعها لها نفس القسم الرمزي وهو عين تربيع سين صاد إذن بقدر أجمحهم معامل الحد الجبري الأول سالب خمسة الثاني سالب ثلاث الثالث لحظه أنه ما في عنا معامل إذن هو بكون معامل وإحنا حكينا لما ما يكون ظاهر هو الواحد لأنه حاصل أي ضرب أي عدد في الواحد بيضله كما هو ونضع القسم الرمزي كما هو اللي هو عين تربيع سين صاد ويساوي الناتج سالب خمسة ناقص ثلاثة لإشارات متشابهة نجمع ونضع إشارة العددين يعني سالب خمسة ناقص ثلاثة سالب ثمانية زائد واحد الإشارات مختلفة نطرح ونضع إشارة العدد الأكبر نطرح تمانية ناقص واحد سبعة واللي كبير فيهم اللي هي التمانية اللي إشارتها سالبة ونضع القسم الرمزي كما هو طبعا طلابنا بنقدر إحنا هنا نجمع الحدين الجبريات لحال بالأول سالب خمسة وسالب ثلاث سالب ثمانية وبعدين نضيف الحد الجبري الثالث ما في فرق أو من الأساس بنحط المعاملات جميعها وبنجمحها بصف التعامل معنا مع أعداد أسهل بنظغر المسألة طبعا الطريقة الطريقتين صح الآن نشوف الفرع الرابع الفرع الرابع بنلاحظ فيه الحد الجبري الأول سالب ثمانية سين صاد والثاني عين واو والثالث سالب أربعة سين صاد لاحظوا الحد الجبري الأول قسم الرمزي له سين صاد الثاني عين واو الثالث سين صاد طيب في هاي الحالي أنا ما بقدر أجمع إلا الحدود الجبرية المتشابهة بأي حالي طبعا مش بس بهاي الحالي بأي حالي أنا ما بقدر أجمع إلا الحدود الجبرية المتشابهة مثل بالفرع الأول والثاني والثالث لا رح يكون مقدار جبري شي يعني مقدار جبري رح يكون حدين جبريات عين واو لحاله ما رح أصيبه هذا ما منصيبه بالإضافة لناتج جمع الحدين الجبريين اللي لهم نفس القسم الرمزي اللي هم السالب 8 ناقص 4 سين صاد ليش هدول التنين قدرت أجمعهم لأنه لهم نفس القسم الرمزي اللي هو سين صاد ليه العنوى وما ضفته محهم لأنه بيختلف حدود جبرية مختلفة نحط العنوى ونفس ما هي ما منصيبها هون سالب 8 سالب 4 إشارتين متشابهات نجمع العددين ونضع إشارتهما اللي هي سالبة 8 زائد 4 12 سين صاد وهذا هو الناتج النهائي لحظوا الناتج النهائي كان عنا مكون من حدين جبريين ليه؟ لأنه هدول الحدود الجبرية ما بقدر أجمعها لأنها حدود جبرية مختلفة ويعطيكم ألف عافية طلعوا على تمارين ومسائل اللي موجودة في الدرس وإن شاء الله نعرض عليكم حلهم في وقت آخر يعطيكم ألف عافية